المورد السادس الكامل الجزء العاشر في صفحة 144 ثم دخلت سنة 93 و 500 في سنة 593 هجري ذكروا ملك العادل يافا من الفرنج وملك الفرنج بيروت من المسلمين وحصر الفرنج تبنين ورحيلهم عنها قال ابن الأثير في الكامل في هذه السنة في شوال ملك العادل أبو بكر بن أيوب مدينة يافا من الساحل الشامي وهي بيد الفرنج لعنهم الله وسبب ذلك أن الفرنج كان قد ملكهم الكندهري كان الصلح قد استقر بين المسلمين والفرنج أيام صلاح الدين يوسف بن أيوب فلما توفي وملك أولاده بعده جدد الملك العزيز صاحب مصر جدد الملك العزيز الهدن مع الكندهري ملك الفرنج وزاد في مدة الهدن وبقي ذلك إلى الآن أي إلى سنة 593 التي يتحدث فيها 593 هجري وكان بمدينة بيروت أمير يعرف بأسامة وهو مقطعها فكان يرسل الشواني أي السفن الحربية فكان يرسل الشواني تقطع الطريق على الفرنج فاشتكى الفرنج فاشتكى الفرنج من ذلك غير مرة أكثر من مرة إلى الملك العادل بدمشق وإلى الملك العزيز بمصر فلم يمنع أسامة من ذلك فأرسلوا أي الفرنج إلى ملوكهم الذين داخل البحر يشتكون إليهم ما يفعل بهم المسلمون ويقولون إن لم تنجدون وإلا أخذ المسلمون البلاد فأمدهم الفرنج بالعساكر الكثيرة وكان أكثرهم من ملك الألمان وكان المقدم عليهم قسيس يعرف بالخنصلير فلما سمع العادل بذلك أرسل إلى العزيز بمصر يطلب العساكر وأرسل إلى ديار الجزيرة والموصل يطلب العساكر فجاءته الأمداد واجتمعوا على عين الجالوت ورحلوا إلى يافا وملك المدينة وامتنع من بها بالقلعة التي لها تفت جيدا لما سمع العادل بذلك أرسل إلى العزيز يطلب العساكر وأرسل إلى ديار الجزيرة والموصل يطلب العساكر فجاءته الأمداد واجتمعوا على عين الجالوت ورحلوا إلى يافا وملك المدينة وامتنع منها وامتنع من بها بالقلعة التي لها إذن أي مدينة أخذوا أخذوا مدينة يافا كما سبق وأن ذكرنا يوجد مدينة يوجد قلعة يوجد مدينة يوجد منطقة خضراء حمراء بيت الأبيض زرقاء مجلس نواب لقاسة وزراء لقاسة مخابرات أي شيء تريد أن تسمي منطقة محصنة ويوجد مدينة للناس للمساكن للآمنين للفقراء لمن لا حول له ولا قوة للنساء للأطفال يقول ورحلوا إلى يافا وملكوا المدينة أخذوا المدينة بقية القلعة بقية المنطقة المحصنة وامتنع من بها وامتنع من بها بالقلعة التي لها فخرب المسلمون المدينة فخرب المسلمون المدينة وحصروا القلعة فملكوها عنوة وقهر بالسيف وقهر بالسيف فملكوها عنوة وقهر بالسيف في يومها وهو يوم الجمعة وأخذ كل ما بها غنيمة وأسرا وسبيا بلاد كامل انتهت يافا بما فيها انتهت يافا تبخرت يافا محيت يافا صارت أثر صارت أثرا بعد عين انتهى الأمر وأخذ كل ما بها غنيمة وأسرا وسبيا وقبل هذا ماذا قال؟ قال فخرب المسلمون المدينة وأخذ كل ما بها غنيمة وأسرا وسبيا ووصل الفرنج من عكا إلى قيسارية ووصل الفرنج من عكا إلى قيسارية ليمنع المسلمين عن يافا فوصلهم الخبر بها بملكها فعادوا وكان سبب تأخرهم أن ملكهم الكندهري سقط من موضع عال بعكا من موضع عالم بعكا فمات فاختلت أحوالهم فتأخروا لذلك وعاد المسلمون إلى عين الجالود فوصلهم الخبر بأن الفرنج على عزم قصد بيروت فرحل العادل والعسكر في ذي القعدة إلى مرج العيون وعزم على تخريب بيروت لا حول ولا قوة إلا بالله عزم من؟ العادل عزم العادل على تخريب بيروت تخريب 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 حروب 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 سبي 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 أسر 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 نهب 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 ما هذا الدين ما هذا الإسلام يقول فرحل العادل والعسكر في ذي القعدة إلى مرج العيون وعزم على تخريب بيروت تخريب بيروت فسار إليها جمع من العسكر فلا نستغرب من تصرف الدواعش عندما يخربون كل شيء الإنسان والحيوان والبناء وعزم على تخريب بيروت فسار إليها جمع من العسكر وهدموا سورة المدينة وشرعوا تخريب دورها وهدموا سورة المدينة وشرعوا تخريب دورها وتخريب القلعة فمنعهم أسامة من ذلك وتكفل بحفظها